السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متابعين في قناة فيوتر كوين فيديو سيدي على قناتنا القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمي طبعا أصدقائي ما اتمنى شفتوا عنوان الفيديو بلشوا بالحرق بعملة لونة طبعا هني رأفرج لكم معاملات ورح فرج لكم محافظ رأفرج لكم كيف انتم بنفسكم تطلعوا على عمليات الحرق أما باش في فيديو أصدقائي اتمنى تشتركوا بالقناة اتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصلك كل يزيد في عالم المهتمة ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليغرام رأى ترك لك الرابط اسفل الفيديو وانا اصدقائي وكمان تدار تحصل على المؤشر الخاص بقناة فيوتر كوين انضم لقناتنا على تليغرام لا تعرف كيف تحصل على المؤشر خليكم معنا اصدقائي الى بعد الاندرو موسيقى طبعا اصدقائي انا بجيب فيديو حابب بوضح فقرة بسيطة عن سوء التفاهم صار اصدقائي هذا مؤسس عملة لونا انا بصراحة اول مرة بعرف انه هذا المؤسس او بعرف صورة تويتش لهذا المؤسس اليوم صورت مضف فيديو اصدقائي طبعا احد الاعضاء ارسل لي رابط فيديو اللي هذا البث المباشر الحالي لمؤسس عملة لونا طبعا ترجمت العنوان وطلع انه هل عملة لونة ستصل الى الواحد دولار خلال اسبوع القادم انا تحمصت اصدقائي طبعا الفيديو غير مترجم انا لغتي بالانجليش ضعيفة صراحة اتطيقون انه بس انتهي الفيديو او بس انتهي بث المباشر رح لكم شو صار بنهاية الفيديو او شو صار نهاية الاجتماع طبعا اصدقائي ما بعرف انه الفيديو او ما بعرف انه بث المباشر مسجل ولا لا لاني بصراحة انا اول مرة بتابع عملة تيرا لونة او اول مرة بتابع مؤسس عملة تيرا لونة فيها اشخاص تابعوا الفيديو من قبل وبيعرف انه هذا بث مباشر قديم طبعا بعد ما اتأكد انه البث المباشر قديم كتبت لكم برسالة مثبتة شباب طبع اللايب قديم باعتذر على الخطأ هذا الخطأ مني كمية التعليقات السلبي جدني فيه جدا طبعا انا اتكلمت عن البث المباشر الخاص من مؤسس عملة لونة اول عشرين ثاني فقط وبعد اتكلمت عن احتمالية وصول عملة لونة الى الواحد دولار طبعا حكيت الكلام المنطقي عبارة عن قياسات في الماركت تاب وقياسات فيها عدد القطع ولتلقوا انه مستحيل عملة لونة تصل الى الواحد دولار الا اذا تم حرق عدد معين من القطع يعني حرق حتى تبقى عملة لونة عدد القطع او تتصل الخاص بعملة لونة من 4 الى 6 مليار قطع فقط اكثر من هيك مستحيل العملة تصل الى هذا الرقم واطبعا اصدقائي حتى تصل عملة لونة الى 8 سنت تحتاج الى ماركت كاب قدل ماركت كاب الموجودة بعملة بيتكوين تتكلمت على الكلام هذا كله بالفيديو السابق ولكنك تلكم مستحيل العملة تطلع الى الواحد سنت لكن اشخاص اصدقائي تركوا مضمون الفيديو كله ويرقدوا على اول عشرين ثانيه فقط رقدوا على اول عشرين ثانيه لتلكم انه اخطأت فيها والفيديو البث مباشر طلع قديم لكن انا تكلمت على الى عشرين ثانيه فقط أول شيء ثاني تكلمت عن البثن ببشر وبعتذر عن خطأ أصدقائي وإن شاء الله ما رح يتكرر هذا الخطأ خليه نرجع أصدقائي إلى مضمون الفيديو طبعا أصدقائي بتدخل على الكون ماركت كاب وبتطبس على مور وبتاخد العقد الخاص بعملة تيرا لونة من شبكة البايننس سمارت شين وبعمل نسخ بروح على موقع بو كوين شارت وبعمل نسخ لعقد العملة طبعا وبتدخل على اسم العملة وبشوف عمليات الحرق ونقل بين المحافظ طبعا أصدقائي كل دقيقة عم يتم زيادة في الحرق وإثنا أصدقائي عندي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة أو بسطعش دقيقة بعملة لونة تم حرق تقريبا ستعاش مليون قطعة يعني صفر بوين صفرين ستة بالمية من عدد جمال عدد القطع من تألو إلى الحرق ذهب ليحرق وهذا رقم العقل المكوة من عدد أصفار اللي تكلمنا عليه طبعا أعطيكم في الفيديو أي محافظة بتلاقوا في أصفار كثيرة هاي المحافظة بتكون للحرق أو لأصحاب العملة طبعا شفنا محافظة عملة لونة ما كانت موجودة هاي المحافظة لكن هلأ طلعت أنه في عنا محافظة خاصة بالحرق تحتوي هاي المحافظة حاليا على 317 ألف دولار هاي 317 ألف دولار ذاهب للحرق يعني 1050 قطعة بي ام بي حاليا رح يتم حرقة من عملة تيرا لونة طبعا أصدقائي هاي كلها المعاملات الحرق كلها سيند توبارد يعني كلها ذاهب إلى الحرق بتمنى ما تغدو كلامي على محمل نصيحة أنا في فيديوهات الصابقة الزقائي كلمت بنقطة عملة بترتفع أضعاف وبتنزل أضعاف عملة خطيرة جدا استثمارك بهاي العملة بدك تستثمار بمبلغ مستغني عنده قلت لكم شباب أنا استثمرت بقيمة 80 دولار لما كانت العملة بالصفر 403 قلت لكم أنا استثمرت بقيمة 80 دولار وأنا مستغني عنها 80 يعني إذا العملة صار فيها دمب أو صارت عليها مشاكل إسا أنا هاي 80 إذا لأملي ارتفعت أنا بقدر حقق أرباحي جميلة جدا من هاي الارتفاع طبعا الحمد لله لحد الآن مربحي 710 دولار من رأسمال 80 دولار طبعا أنت كمضارب بتقدر تضارب على العملة في مناطق معينة بتقدر تستخدم المؤشر اللي خاص بقناتي أو بتقدر تستخدم الدعوم والمقاومات عند كل عملة عندي ترند أصدقائي وعندي كسر للترند لكن عندي خط دعم اللي ارتدت منهم بالمنطقة السابقة عدم الإقفال أسفل الترند وصار عندي ارتداد وعندي ارتداد من هاي المنطقة وعندي الارتداد الصريح اللي صار من هاي المنطقة وعندي هاي المناطق الدعوم الخاصة فيني فمصدقائي حاليا عب منتظر ارتداد ممكن يتم كسر القمة أنت كمضارب بتقدر تضارب عن طريق خلوط الدعم والمقاومة بتقدر إذا كسرت القمة إذا العملة كسرت القمة تقدر ترجع تاخد صفقات شورت أو تطلع من صفقاتك وتأمن على أرباحك لكن برجع بإلك كل تداول بهاي العملة لازم تحط مبلغ أنت مستغني عنه تمام مصدقائي لأني عملة خطيرة عب ترتفع الأضعاف وبتنزل بالأضعاف طبعا الأشخاص بيسألوني بيقولوني ليش أنت ما أغلقت صفقاتك إذا أنت عبت أن أغلق بالقمة واشترا عمد النعوم عبتقولوني ليش أنت ما بعد القطع اللي معك طبعا أصدقائي أنا شاري من ألقائي أنا شاري في المنطقة الموجودة أمامكم لحد الآن عندي مربح ومربح جميل تمام أنا كم يوتيوبر أو أنا كصانع محتوى وبنزل توصيات على التليجرام ويوميا بقضي يومي كله عبتواصل مع الأعضاء وبنزل توصيات والتحليلات طبعا أنا ما عندي فراغ أني أعود ضارب على العملة لونة لأنها عملة لونة خطيرة وبدأ سرعة بدأ سرعة وبدأ انتباه على خطوط الدعم والمقاومة أنا حاليا ما عندي فضاوي أني ضارب على هيك عملة لهيك أنا مستثمر من قاع ما ببيع إلا عند هدف مهين طبعا شو هي طبعا أصدقائي بتقولوا شو هي هدفك أنا هدفي أصدقائي 0.05 إلى 1 سنت هاي الأهداف الخاصة في لي من النصف سنت إلى الواحد سنت هاي الهدف اللي أنا حيطه العملة لونة إذا تم حرق كميات كبيرة ورجع الماركت كاب لسعر 30 مليار دولار إجمالي الماركت كاب أصدقائي نكون وصلنا إلى هذا الفيديو بتمني على الفيديو وكون نال إعجابك ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى وصل لك كل جديد في علم المعنوات رقمي ولا تنسى تنضموا قناتنا على تليجرام الرابط رح يكون أسفل الفيديو طبعا أصدقائي برجع بكرر اعتذاري من كل الأشخاص يلي فهموا مقصدي من الفيديو بطريقة خاطئة مثل ما تيكم تكلمت عشرين ثانية عن البث المباشر وباقي الفيديو تكلمت بطريقة صحيحة وتكلمت بطريقة واقعي عن وصول عملة ثلونة إلى الواحد دولار وبرجع بإيكم إذا توتل سبلاي ما صار ستة مليار أو أربع مليار العملة ما تشوف الواحد دولار طبعا أصدقائي لحد 30 مليار قطعة وصير ماركت كاب 30 مليار دولار أنا بقدر أشوف عملة ثلونة بقمة الواحد دولار غير هيك أصدقائي أنا ما بتأمم من عملة ثلونة إلا توصل إلى نصف سنت أو السنت طبعا بعد حرق كميات مؤينة من عملة ثلونة وبعد ارتفاع ماركت كاب إلى 30 مليار دولار مع السلامة أصدقائي وبدو تنبخير ترجمة نانسي قنقر